مرة تانية بسبح لكل سيدة المشاهدين كل سنة وحضراتكو طايبين مناسبة عيد الأطحى احنا النهاردة تاني يوم أيام عيد الأطحى وطبعا معنا مجموعة من الفنانين المتقلقين وخليني اقول ان انا معاه ممثل مصري متميز جدا جدا وليه العديد من الأعمال التلفزيونية والأعمال السينمائية كمان ودائما ماشي بخطوات سبتة ووش مصري جميل كمان وفي نفس الوقت تحس ان هو أخوك تحس ان هو ابن خالتك فتحس ان هو حد من عيلتك غير كده كمان شارك الفنان محمد سعد في أفلام كتيرة جدا من اليمبي 8 جيجا وكاتكو وأفلام كتيرة قوي وكمان يمكن لفت الأنظار أكتر في فيلم رشا جريئة في بدايته خالص وفيلم شرطة وفنيلة وكاب مع الفنان أحمد ساقة وغير كده كمان الفجوم يخليك في حالك ومسلسلات أخرى وأفلام أخرى معنا الفنان المتميز أحمد مونير صباح الخير يا أحمد صباح خير علينا وكل سنة طبيب وانت طيبة وكل سنة وانت طيب وتحب النهاردة تقول كل سنة وانت طيب لمن أسيب لك بقى الكاميرا ومايك تماما بقى أقول لمصر كلها والشعب المصري كله الشعب اللي استحمل كتير قوي الفترة اللي فاتت دي كل سنة وانطيبين يا رب خير على مصر وعلى شعبها وعلى جيشها وعلى كل ناسها إن شاء الله بلدنا بلد جامدة وقوية وهتفضل طول عمرها كده رغم أنفى الحق دي طبعا أشكرك جدا على المبادرة اللطيفة دي وخليني أبدأ معاك على طول طبعا العيد معروف بأفلامه ويمكن فيه أفلام مميزة بس خليني أعرف رأي أحمد مونير في أفلام العيد عمتان هل بتحب أفلام العيد اللي فيها بهجة وفرحة ورأسه وغنى ولا بتحب أكتر الأفلام اللي بتكون معتمدة على سيناريو سيناريو أهم حاجة طبعا لا بها جوا فرحة دي من خلاص بقى يعني بها جوا فرحة دي في الحياة في الشارع مع الناس الناس بتحتفل بالعيد بالشكل ده لكن السينما إحنا مفتقدين السينما اللي فيها معوضية بجد اللي فيها سيناريو زي ما أنت قلت كده دي سيناريو مهم جدا أهم حاجة الورق لازم يبقى فيه ورق موجود مهم ده اللي إحنا مفتقدين وإحنا عايزين نرجع تاني للسينما السينما القوية بتاعت زمان المواضيع اللي بتتقدم اللي بتناقش اللي بتناقش مواضيع تفيد مش تضر يعني أنا أخش فيلم وأطلع مش فاهم حاجة أو أطلع عادي يعني عارفة مش عايزين بقى السينما اللي هي السطحية دي اللي هي ما فيهاش تفكير ما فيهاش فكري يعني لأ عايزين طبعا أهم حاجة الفيلم يكون طالع أحس إن أنا طالع شبعان أرفع شبعان من الموضوع مجدود وانت أحمد كمان بتحب الأفلام اللي بتناقش مواضيع معينة يعني مثلا يمكن بيقال على بعض الأفلام اللي شفناها في الفترات اللي فاتت كتير جدا بيقولك ده بيهان الواقع مصر وقع مصر من ناحية البلطجة وقع مصر من ناحية حاجات كتير قوي لو هنكلم عن الأفلام خالد يوسف هنكلم عن الأفلام السبكي فيهاش كتير جدا يمكن بيلام عليهم نوعية الأفلام اللي بيقدموها بس ما تيجي تكلام أحد يقولك والله أنا بنقع بنق الواقع مصر هل الواقع ده مصر ممكن يبقى واقع مصر هل هو ده التناول اللي مفروض يتناول به الواقع ولا ليه وإحنا ليه دايما عايزين نصدر صورة مصر إن هي بلطجة وبس مصر ما فيهاش بلطجة للدرجة اللي هي يعني فيه أماكن كده احنا ما قاما بننكرش فيه أماكن فيها كده بس مصر فيها حاجات تانية أحلى بكتير فيها مواضيع أهمة بكتير يعني أنا لما أجي أعمل فيلم دلوقتي بناقش مشكلة السكان أو الإسكان صحيح أعمل فيلم البطالة البطالة العشوائيات العشوائيات صحيح بناقش يعني يبقى فيه مواضيع بتناقش مشاكل مشاكل بتناقش التعليم تبو تتزي أملي أحمد ولتنقل الواقع زي ما هو لا لا دايما السينيو لا بصي الموضوع الكويس قوي أنك تلاقي حلول يعني تعملي فيلم الكاتب لما بيجي سيناريست لما بيجي يكتب فيلم تمام بيكتب الموضوع زي ما هو ننقل الواقع اللي هو موجود بس بيه والمشكلة تمام بس في الآخر لازم نطلع بحل يعني لازم ندور على حل أو ندي أمل للناس صحيح تمام ده ده واجب نحنا كفنانين عموما نحنا ننقل مواضيع للناس تبقى مهمة جدا تفيدهم زي ما قلتلك مشاكل كتير جدا عندنا صحيح مشاكل كتير جدا عند الشعب المصري تمام نحاول نعالجها بالفن أما لحنا ليه بنقول الفن رسالة هي كلمة بس بتتقال لا هي لازم تبقى عمل وبينافز طيب أمكين إحنا خارجين من رمضان وكان فيه كما مسلسلات غير عادي دلوقتي ورمضان بقى موسم من أهم المواسم دلوقتي يعني الدراما التليفزيونية طبعا إيه اللي تبعته وشايف إن فعلا الدراما التليفزيونية في وقت رمضان ممكن يبقى فيه مسلسلات كدير جدا بتتعليد ما بتاخدش حقها بيتم تسليط الدوع على بعض المسلسلات دون المسلسلات الأخرى وتوقيت العرض والحاجات بتتظلم فيه مسلسلات كتيرة طبعا لما تشوفيها بعد رمضان بتكتشفي إن فيه مسلسلات حلوة جدا زي دي عدت ما شفناها شوف تلاقي مواضيع وما بزول فيها مجهود صحيح تمام مش مسلسل مقلوب عشان تلحقي رمضان اللي هو دايما بقى هنا بنتبتدي متأخر قبل رمضان بحوالي 4 شهر فنيجي نتزنق عشان نخلص قبل رمضان ما يخلص بيومين تمام أو بيوم يعني فيه ناس بتسلم حلقاتها في يوم 29 رمضان أو 28 رمضان فدي مشكلة جامدة جدا فيه أنا يعني احنا السنة عندنا طويلة اوه كمنا في الموضوع ده كتير فليه 70 و 60 و 80 في موسم واحد ما احنا عندنا زي زمان ما احنا كنا بنعمل أعمال بتتزعف كلش يعني الشهر بيخلص بيبتدي مسلسل تاني زي الأيام ما كان عندنا الأولى والتانية بس تمام بعد ما زادت القنوات اه طبعا انت بتملي القنوات اللي موجودة دي المحطات اللي موجودة كتير قوي بس وبرضه بتعتمدي على الاعلانات ان الاعلانات بتبقى في رمضان كتير بس والله الناس ما بتتفرجش في رمضان بالشكل بيكمل صحيح لان فيه حاجات بتتظلم كتير فانت لما بتعرضي طول السنة تمام زي السينما زي مثلا لما فيه فيلم بيتباع بتيجي تعملي فيلم عشان يتباعي يقولك لو نزل السينما لما بيتباع على محطات بيجيب سعر أعلى بالضبط تمام لكن لما بيتعمل فيلم وبينزل على الفضائيات على طول لا سعره بيبقى قليل هو رمضان بقى وبيحسبوه كده المسلسل اللي بينزل رمضان مش مهم انه يتشاف المهم ان ده اسمه كان في رمضان بعد كده يتشاف بقى مش مشكلة لا طب ما احنا نعمل بقى يبقى عندنا بقى عندنا 12 شهر في السنة نعمل فيهم مسلسلاتنا ونعرضوا براحتنا ما نبقاش متصربعين كل فترة اللي هي سيزون الشغل ده اللي بنشتغل فيه انت يعني شافي نحن مفتح اسواق تانية اسواق اه ومواسم تانية كمان وأتمنى ان انتاج الحكومة يرجع تاني انتاج الحكومة في الدراما في المسلسلات وفي السينما احنا اهم افلام عملناها كان انتاج مؤسسة السينما صحيح تمام في افلام مهمة جدا والمسرح كمان مسلوم قوي كمان جد المسرح ما فيش مسرح اصلا ما فيش هو مسرح القطاع العام اللي شغال تمام وحتى اولي القوي طب زين انت ننجح المسرح لمكدو مرة تانية مسرح القطاع الخاص اه لا او اي من حتى كمان المسرح اموما المسرح اموما لما الناس تحس بالامن شوية في البلد لما يبقى فيه زيادة في الدخل ما تبقاش الاسعار عالية قوي برا والناس تبقى مرتباتها اولا يعني بالنسبة للاسعار بحي تبقى قليلة فاكر زمان كان فيه مسرح التلفزيون اه طبعا كان في مصر جديدة مسرح النهار في مصر جديدة اه مسرح عامد نوع طبعا انا اتمنى ان انتاج الحكومة يرجع تاني احنا بقى لنا فترة طويلة يعني من حوالي 3 او 4 سنين هقولك الفترة الى دي لازم كلنا نفتكرها الفترة اللي كان فيها اللي هو احمد انيس ماسك وزير الاعلام الفترة دي احنا عملنا فيها انتاج مع ان كان ما كانش فيه فلوس كان فيه مشكلة بس واضح ان دي بتتصدر للناس بس ان ما فيش فلوسها مش هنشتغل دلوقتي طب ما هو ما كانش فيه فلوس واشتغلنا وانتاجنا وانتاجنا يعني انتاجنا انا فاكر ان شركة سوط القاهرة كانت عاملت في السبع تشهر دول 8 مسلسلات وقطاع الانتاج كان عامل 4 مسلسلات مدينة الانتاج كانت عاملها 3 مسلسلات انتاج مباشر تمام يعني كان فيه شغل جاء بعد كده الفترة بقى اللي هي من ساعة هوفت صوت القاهرة انتاجت مدينة الانتاج عاملت مسلسل السنة اللي فاتت اللي هو احنا عملنا مع مدينة الانتاج اللي هو مملكة المغربي قطاع الانتاج عامل مسلسل دونيا جديدة بس يعني احنا من امتى ممكن فعلا الانتاج كان قوليل قوي 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 القطاع الخاص اه شغل كويس بشكل كويس جدا تمام بس احنا انا بتمنى ان سنجل يسابت تانية برضو انتاج بلدي يشتغل انتاج الحكومة وانتاج الحكومة كمان كان مميز قوي يعني فكرة نوعية الافكار لاي الحلمية لاي الحلمية وقرابسك زينب والعار كل ده كان انتاج التلفزيون المصري صحيح انتاج الحكومة تمام اهم اعمالة عملت في الدراما كانت انتاج التلفزيون المصري صحيح فانا بتمنى بتمنى طبعا لا انا كمان بتضمي صوتي لصوتك بصراحة انك اعمال مميزة ولسه عايش معنا لحد دلوات ما تزهاش منها واكد انك بتفرج عليها اول مرة في حياتك يعني يبقى فيه نرجع بقى نشتغل تاني في التلفزيون ليه لان التلفزيون اصلا جادي دي جيها منتجة صحيح ولازم تبقى جيها منتجة يا مش جيها ان هي بقبض ناس بس فلوس زي ما هم بيقولوا احنا منهم لا ساهم وشغل خليك قيادات اللي في التلفزيون تشتغل تمام وتنتج مش هتيجي تقول لي بعد كده انت وجيها عالة على لا احنا مش عالة ده جيها منتجة ساهمه وساعده ما هو احنا مش هنشتغل اصلا الحكومة مش هنفع تشتغل لوحدك صحيح لازم فيه جهات تقول لك اه اشتغلي صح تمام فده اللي انا بتمنى ان التلفزيون يرجع انتاج الحكومة عموما يرجع اشتغل تلك طيب احمد عايز اعرف الدور اللي انت شايف من قط التحول في حياتك شرطة فنال لوكاب كان اول اه اول بعد سعيدة في الجامعة الامريكية على طول كان فيه شرطة فنال لوكاب بس بعد كده مخرجين حصلوك شوية في دور الزابط اه وقفت سكوت عامله هيل بصراح اه وقفت بقى قولت لا ده كتير كده يعني بس انا راشا جاريئة ما كانشو ظابط لا ده كان ضد اشرف عبدالباقي على طول في طول الوقت الزابط اه و هو اللي علاقة كان بياسمين بشخصية بالشخصية اللي بتعملها ياسمين في الفيلم وكان ضد اشرف بيحاول وفي الاخر زي ما انت شوفت كده اللي هو ايه يعني الحق اخد يعني راح لصاحبه راح لأشرف لكن فيلم شباب على الهوى برضو كان زابط من بعديها بقى يعني كاتكوت طبعا مع محمد المصلحة مع احمد السق و احمد عز اه الفيلم ده يعني انا قلت مش هعمل زابط ففجأة لقيت ايه عارفة لما تقولي انا مش هعمل الموضوع ده فتلاقيه جايلك ايه اه ما هو كده اي حاجة لا مش هشتغل هتلاقي الشغل جايه مع ايه كده اه فعلا راح جايلي فيلم المصلحة اه سندرا ناشئة طبعا مخرجة متميزة جدا شاطرة جدا انا كنت متمنى ان انا اشتغل معاه احمد السق و احمد عز مجموعة كبيرة جدا من الفنانين كانوا موجودين مستاذ صلاح عبدالله طبعا عم صلاح ده الخال يعني فاشتغلت طبعا قولت لازم هاشتغل فيلم فيلم هيبقى من الافلام المهم لا ممكن تعمل كمان دور زابط بس كل مرة تتنوله بطريقة مختلفة ممكن يبقى مختلفة من بعدها انا ما عملتش بقى من بعدها ما عنديش زابط خلص يعني عملت بقى كان فيه مسلسلات في الفترة دي وعملت كلمني عن دورك في سلسل الدم اه دوري في سلسل الدم اهو ده كان زابط ده كان ايام قبل المصلحة بالزبط اشتغلنا الفترة اللي بتاعتني اه سلسل الدم كان اه انا لقيت اه يعني الترشيح جيه من الحج عبلة كامل مدام عبلة اه هي طلبت تحديدا قالت لك انا عايزة احمد مونير اللي كان في شورته فانيلا وكيب هو ده انا عايزة ده الشخصية دي فقالوه ده الحاج عبلة عيزاك فروحت اه لما جالي الموضوع لقيت الموضوع اه زابط فيه انسانيات كمينة جاء ما هيزة فكرة واقف ضد العمدة استاذ رياض الخولي وضد ولاده احمد سعيد عبدالغاني وضايا عبدالخالق اه مدام عبلة كامل اه والاستاذ هادي جايان اه اه او وعلتهم يعني الجنب ده وفي الاخر اقوب بيت مارمط بعد ما وقف معهم بيت مارمط هو وفعلا النفوذ وبتاع العمدة ان هو بين الشخصية ديت من البلد خلص انت هتفضل تدايقنا بقى وبتاع حاولوا يموتو مماتش ضربوا ضربوا عليه نار اتصاب ورجع تاني لكن دور مميز جدا جدا يعني فكرة انك تقدر يعني مو دايما ساعات فكرة ان يتم حصرك في دور الزابط الشرير وانت تحاول تتناوليه بشكل مختلف بالضبط عن اللي تقدم قبلك اما هون هي الشخصيات كده يعني شخصيات بتحاولي تدوري جوه الشخصية علشان تشوفي ايه الحاجات السنس الممثل بقى بيبان هنا بالضبط هتطلعي الشخصية منيه هتعمليه منيه طيب تعالى نشوف جزء من السلسال الدين بعد كن نرجع نستكمل حوارنا وعايز اتكلم بقى عن مرحلة محمد سعد محمد اوه طبعا طبعا ورجعنا لكم مرة تانية ومنوونا طبعا الفنان احمد منير واحمد كلمني بقى عن محمد سعد وطبعا احنا شفناك مشاركوا في معظم افليمه وكمان مسلسل حتى فيفا محمد ده اخوه يا طبعا اخوه كبير يعني مش اكبره قوي يا فرق سنين بسيطة ما بيننا يعني محمد طبعا اول فيلم ما عملته معاه كان كاتكوت تمام كان ترشيح محمد ده كان انتاج استاذ وقال عبدالله محمد من النوع المريح جدا في شغله انا استمتعت بالشغل مع محمد يعني يا محمد عكس الناس ما بتقول فيه بيقفل على الممثل او هو عايز بالضبط او بيقال يعني ان هو ديكتاتور شوية لا خالص بالعكس هو مش ديكتاتور هو بيخاف على شغله اوي يعني بيخاف يعني بيقضي يتناقش في المشهد اللي هتعمل طيب يتناقش معاك في دورك او ادوارك اللي قدمتها معاه ومسلا هتقدمها ازاي او هتعمل ايه احمد في دور ده يعني انا عملت مع محمد كاتكوت واللمبي 8 جيجا وتك تك بوم ومسلسل في فقطاته بنقعد كنا نتكلم في ايه كلمي تحديديني عنا 8 جيجا تعني كان دول مختلف عليك مفرور اه ينبي 8 جيجا هو اكلمني في التليفون فقال لي هو فيه ثلاث مشاهد اتقل له ثلاث مشاهد هعمل فيهم ايه ثلاث مشاهد فقال لي بس تعالى بس ونقعد ونتكلم ورحت اقعدنا مع بعض وبتاع فدورت في الموضوع مكتوب كان مختلف عن كده خلص صاحب معرض موبيليا عادي جدا ومعندوش أي مشاكل يعني بني أدم طبيعي هو بيشتري بس نقلة الفيلم إن هو بيقع عنده في المعرض بتزحلق على إشرة الموز دي وتتغير الدنيا كلها في الفيلم في الموضوع يعني فالموضوع إن إحنا دخلنا قعدنا فقلت له طب إيه رأيك إنت بيجيله أستاذ يوسف فوزي اللي هو دكتور المخ والأعصاب ما نعمل إن صاحب المعرض ده عنده حاجة في دماغه خلل بتاعه هو كمان عنده التكة آآ آآ إزاي يعني قال لي يعني فقلت له طيب قال لي تعالى نقرأ فعملنا ده فأول حاجة الدحكة الدحكة روح تداحك وإحنا قاعدين بنقرأ فقال لي إيه ده ده رايحة منه خالص قلت له مجنون ضايع فقال لي طب حلو قوي تعالى ندور بقى عنده حالة عصبية ندور في وشه هنعمل له إيه فوصلنا إن إحنا نعمل اللي هو وشه مش مصبوط فيه حالة من لوسة في دماغه وفيه حاجة جينا دخلنا صورنا طبعا الموضوع مش مكتوب كده خالص كل اللي وراء الكاميرا كانوا بتحكم دحكي يا فوزي لدرجة إنه أستاذ يوسف فوزي قال لك إيه لا خرجوني من مشهد ده أنا مش قادر يعني محمد واحمد بيعملوا حاجات مع بعض غريبة أنا وجودي كده مش مصبوط يعني خرجوني ففعلا خرجت وقلت له انتشر إنت في المعرض ويشوف إنت هتعمل عايز إيه وابتدينا بقى إن نعمل الشغل ده فمحمد فيه مساحة طبعا يعني ما كانش موجود خالص على ليده جاب كرسي جاب كرسي وأنا بدحك ومش عارف إيه لا راح طلع فوق الكرسي وبيبص جوه عندي يعني هو علل علل المشهد بحاجات كتير يعني كتير عملها جوه المشهد نفسه طب تعلمت إيه من محمد سعد محمد سعد طبعا خبرة وممثل تراجدي وممثل كوميدي طبعا بداني عليك ممثل عنده طاقات رغبة يعني طبعا هو يمكن مشكلة إن هو بس إيه برضو زي ما بنقول إيه إحنا لما بنحصر نفسينا في حتة فبنخف نخرج برها بالظبط لا نفقد لا بالعكس خالص محمد لو فيه فترة اللي جاء دي عمل حاجات كتير جدا هو ممثل شاطر جدا يعني محمد من أول ما زال النيل يجري مع أستاذ محمد فاضل صحيح كان شخصي هو وعمر عبد جليل كانوا عاملين دورين صعب جدا إن أي حد يعملهم وفيهم تمثيل شخصيات الصعايدة دول فيهم تمثيل طبعا آه فمحمد محمد هتستفيد منه في إيه بقى إن هو من النوع المركز قوي يعني محمد ده ممكن طول الفيلم ما بينامش قاعد مركز وتلاقي آه اللي هو يقعد يتناقش في التليفون طب هنعمل إيه بكرة فكذا وكذا وكذا السماشهد ده فيه كذا يعني بيقعد يتناقش هو بيرهق جدا كل اللي شغالين معاه ومساعات تبيعي اللي تضدوا على فكرة يعني ساعات بقدر ضده أي بني آدم لأن أنت بتبقى قلو قوي ومفروض أنت سايد نفسك مثلا لمخرج أو سايد نفسك لحد ومن كتر قلق ساعات بتتدخل فالتدخل ده ممكن يفقدك كل اللي عندك لا هو ما بيتدخلش في كل حاجة لا طب ما إحنا عملنا في فقطاتة مع أستاذ سامح بعزيز وفيلم كاتكوت مع أستاذ أحمد عواض ومع أستاذ أشرفاي في فيلم الليمي 8 جيجا وتك تك بوم ما كانش فيه تدخلات هو ما كانش بيدخل في الإخراج هو مالوش دعوة هو اللي همه اللي هيتقال على الورق نزبط عشان ده ممكن يعمل إيه خلينا نشوف فيفا قطاطة ونريد أن نتكلم عنه تمام تفضل تفكير الإجرامي أن ليه تخطيط تخطيط كلمني عن فيفا قطاطة أنا أعيز أرجع لك بس في محمد محمد سعد محمد سعد يمكن أن تقولي فيه من النوع المرهق شوية في شغله هذا اللي بيقال عنه لا طب أنا أقولك حاجة ياريتنا كلنا نبقى مرهقين في شغلنا علشان يطلع شغلنا كويس طبعا أنا معاك وكل حاجة يعني أنا بس هو أنا اختلاف أنا صريح جدا يعني تمام ما بنقلقش من حاجة بس أنا أتمنى أن محمد بعد التجربتين اللي فاتوا أن يبقى فيه تغيير بقى لمواضيع مختلفة شوية طبعا أكيد نقدر مواضيع مختلفة نهتم شوية بالمشي الشخصية تحديدا المواضيع لازم تبقى مهمة ولازم تواكي بالفترة اللي احنا عايشين فيها دي صحيح وفي نفس الوقت لازم يكون فيه مخرق قوي كمان جدا يعني في نفسه اللي أنت أكيد مش عارف أحمد هتوفيقني في رأيه لا لأن معاك مخرج بيعرف يخرج منك طاقات وبسلم نفسك خالص فبتبقى بالنسبة لك تجربة جديدة هو المخرج هو صاحب العمل يعني هو صاحب الليلة زي ما بيقولوا هو أنا أنا تحت أمره في أي حاجة يطلبها مني أنا اجتهادي بقى كممثل إزاي أنفذ اللي هو عايزه بإحساسا أو بطريقة طيب أنت بتحضر إيه بقى الأم اللي جاية في فيلمين إن شاء الله فيلم اسمه براءة رايا وسكينة براءة رايا وسكينة براءة رايا وسكينة هذا تقليف أحمد عشور وإخراج أستاذ عبدالقادر الأطرش مخرج السوري مين رايا وسكينة؟ رايا وسكينة لغاية دلوقتي في كذا اسم تقالوا يعني في ترشحات كتير فيلم كله لسه في ترشحات كتير ده موضوع بجد مش كوميدي هو الناس بتفتكروا كوميدي هو ده براءة رايا وسكينة فعلاً وإحنا بنتهم الإنجليزي إن هم اللي كانوا وراء يعني أنت أخذين الموضوع من حتي تانية خالص الموضوع اللي هو بجد لأن أحمد عشور يمكن قعد ثلاث سنين بيعمل بحث في الموضوع ده وراح اللبان هناك وراح طلع وراء القضية واكتشفنا إن في حاجات كتير كانت بتتقدم ما لهاش علاقة بالواقع يعني بعد السنين دي كلها رايا وسكينة هتلاعوا براءة؟ لأنهم ملهمش علاقة هم اللي كانوا بيقتلوا ناس تانية خالص جواه وهم راحوا في الرجلين للقضية اللي بينقشها الفيلم واو فيε في في فلم تاني اسمه ياسقط ياسقط ood de كل فكرة جديدة خالص بتتقدم من خلال طلبة هي كانت مؤلئة شوية في الرقابة بس هي طلبة بتقومcastورة على المدرسين المستبدين اللي هم كل فيلم دروس خصوصية بقى أو حاجات كده والمعاملة القصية جدا وانت لازم تحترم فكرة الولد لانه هو أصد برضو التعليم في الفترة دي هي تربية وتعليم انك تربي جيل ده مهم جدا ان انت بتاخد طفل من بيته عشان تعلمه وتربيه كمان ده مهم جدا انها هيعمل جيل جديد جيل محترم جيل يفيد بلد فيمكن الفيلم بيدور في المنطقة دي شوي طب هاي الافلام في موضوع دي الحاجات اللي احنا محتاجينها الايام اللي جاية في مسلسل مملكة المغربي ده بنكمل تصويره احكيلي عن مسلسل مملكة المغربي في عالم مملكة المغربي ده في قصة كبيرة أوي وتأليف أستاذ حمد يوسف وإخراج أستاذ عادل لعصر ده قصة كبيرة أوي أستاذ مصطفى فاهمي أولى غانم منزل رحانة ناس كتير أوي دورة في ايو وفكرة كمان بصنا على المسلسل أعمل شخصية صديق مقرب جدا ليوسف المغربي اللي هو بيلعبه شخصية أستاذ مصطفى فاهمي وهو مدير المجموعة بتاعته بتاعت الشركات يعني هو وعرف كل خباياه وكل أسراره كل أسراره هو اللي عرفها وهو في النقطة اللي في الصراع اللي ما بين منزل رحانة ومصطفى فاهمي اللي بيدور فيها المسلسل كله يعني هو عرفه هو صراع ما بين طبقات طبقة عالية أوي طبقة كانت وقع أوي وطلعت فعندها حقد ضد يوسف المغربي ده غير عادي فبينتقم منه ففيه ساسبنس كتير أوي في المسلسل الراجل ده بيروح في دهية وبيرجع وبيروح في دهية ويرجع وكل اللي بيعمل اللعبة دي هو منزل رحانة اللي هو شخصية البرينس فهو موضوع 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 قوي 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 شد يعني شد وفيه خطف وفيه قتل انت منحب نوعية دي أحمد من المسلسلات من المسلسلات أو المواضيع عمتا فكرة ساسبنس احنا محتاجين الساسبنس محتاجين في الدراما الساسبنس مواضيع الساسبنس صحيح وخلي بالك لو كان المسلسل فترة طويق يعني مثلا تلاتين حلقة في حلقة قوي انك عشان تشد المشاهد شد المشاهد انك يبقى كل يوم كل يوم ان هو مستني ايه اللي بيعني كل ما تقفلي حلقة وانت بتخطفي الناس اه اه دي بتفيد جدا المسلسل وبتنجحه المواضيع المواضيع اللي بتتكتب طب صحيح انت ما قلت ليش ايه اللي عجبك في رمضان من المسلسلات طبعا استاذ عدل امام مسلسل استاذ ورئيس كسم في انا مبسوط جدا لطارق طارق لطفي بعد البداية بعد البداية صحيح اه انا مبسوط جدا لطارق طارق موضوع كان حلو اوي فعلا موضوع ممثل شاطر اوي شاطر جدا ممثل جامد وبعرف يتلون صحيح اوي في شخصياته فجي الوقت بقى لان في ناس لازم تاخد حقها ولازم تطلع يعني لازم تنور انا مبسوط جدا لطارق دا اللي تابعته بعد البداية واستاذ ورئيس خصم طبعاً أستاذ عبد اليمان. آه ده الحاجات اللي كانت كويسة السنة دي. وفي غيرها كتير جداً بس يمكن أنا ما حصلتش مصيب لأن أنا بعد الفطار لغاية الفجر وقت قليل. آه. آه. بزراب طيب الفنان أحمد مونير أحمد بشكولك جداً جداً. سيدي لربنا. وبتمنى لك عيد سعيد وعليك وعلى عائلتك كلها. ربنا خليك يا رب. وإن شاء الله قابلك. نتقابل مرة ثانية بعد الأعمال دي. نكون عملنا حاجات بقى السنة دي بقى مختلفة شوية إن شاء الله. إن شاء الله. حاجات كويسة بإذن الله يا رب. بإذن الله يا رب. ربنا خليك يا مرسي. معنا دلوقتي فاصل سريع والمطربة آية فخليكم معنا.